أحياناً وأنا كجمهور أيضاً إذا كنت أنا بساند بطريقة معينة ما غيرهاش ما دامنا تجيتها واضحة عندي مش عايز أنساق وراء ناس مع كل هزيمة هتقول كده وخلي بالك أول هزيمة ليك كتئ إمتى في الدوري آخر مبرأة أو المبرأة قبل الأخيرة بتاع كبيرامد وكأن أمراً ما قد حدث الدنيا توطرت والدنيا تشدت واللعيبة تخنقت وبقى في حالة أنا كل نصيحتي دلوقتي اللي لعبت الكورة أقف أعتبر الموسم ما ابتداش كولر أعتبر الموسم ما ابتداش ونبتدى دلوقتي داخل على وقت مرعب من التحديات والضغوطات داخل على مناخ كلنا بقى نقبل ما هو طالما أنا بستمتع بالإشادة أتقبل النقد حتى لو مش في محيله لأن ساعة الغضب ما فيش نقد بيبقى في محيله لأن احنا بنقول فارق بين النقد وجلد الزاد احنا بيبت فيه ناس فازة من يستحق ومن مش عارف لا والله لم يافز من يستحق والله لم يافز من يستحق من يستحق كان يجب أن ينهي المبرأة في الشغط الأول هنا زي ما هو عايز وقع أحادث هذا طيب أنا عايز الفرقة ترجع لتوبها كل هو احنا مش بنقول لأهلي فوقها الجميع جماعة هو احنا مؤمنين بالشعار ده ولا ما فيش تصخ ما هو أول درجة من درجات النجاح أن تكون صادقا متصقا مع ذاتك متصقا مع ذاتك يعني لا تقول ما لا تعنيه ولا تفعل ما ما لا تقوله أنت بتقول الأهلي فوق الجميع جميع ايه يعني كل واحد عنده حتة يضحي بها شوية يضع مصلحة الأهلي أولا ليه بقى لأني في الآخر هتكتشف أن مصلحة الأهلي أولا هتصب عندك أنها تبقى مصلحتك أنت ثانيا وسالثا واربعا منهزش دي تاني منهزش أسباب التفوق وخلي بقى لك من نقطة حسيت أنا من شهرين بس مش عايز أتكلم فيها وإن كنت حلم حلقة دلوقتي حتجت كثير من المواقف الدعمة من الناس كنا بنقول مع النوم مش علوية بيقولوا كل ده غير حيغير المكانش غير لأنه لقى فرصة المناخ جديد أرجع بقى زي ما كنت وأنا بقى أميل قال لي ليه أرجع تاني كما كنت وحتيجي النماذج اللي أقولك زي فلان دلوقتي 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 ها طيب هنطلع الفاصل لكن بعد الفاصل هسألك السؤال الصعب بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر